ربما شخص يريدون حسابه يقتل شخصاً واحداً تقوم عليه الدنيا وأحياناً شخص يقتل المئات أو الآلاف أو الملايين ويسكتون عنه لأنه يقول أنت معنا ما دمت معنا وتقاتل من لا نحبه فنحن أحياناً قد لا نحبك ولكننا نحبه ما أحياناً يحبون أحياناً لا لكن أحياناً يحبون فعله لأنه يقاتل عدوهم ويقاتل من لا يرتضونه أو يرتضونه فانتبئوا يا إخواني إذا ما نظرت إلى حال الأمة الغربية أمريكا وإلى حال غيرها والصهاينة والصاليبيين يتبين لك الحق يتبين لك الحق انظر الآن إلى تركيا انظر إلى تركيا الآن في كل خمسة الشهور طلعوها مشكلة السعودية الآن يحاول ترم بقدر استطاع بيستطيع من أجل المال وكذا أن يواري عنهم مسألة خاشكجي بكل ما يستطيع وتركيا لاتحاد الأوروبي وكل مرة بعض الناس خايقولي تركيا رأي فيها كذا وكذا وانتكلم مع السعودية قلنا أكتب المرة التركيا دولة علمية مكبلة بالعلمانية تريد أن تتخلص فنسأل الله أن يعينهم والسعودية دولة كانت آمنة يعني كانت نظيفة من مثل هذا وإن كانت علمانية وفيها الرباء لكن على الأقل من الصخب الكبير كانت إلى حد ما أما الآن تريد أن تحديته ثم إنها بلاد الحرامين وتقول أني عن الكتاب والسنة تركيا تعمل إلى الكتاب والسنة وتقول أني علمانية المملكة تقول أني على الكتاب والسنة وتعمل في العلمانية أنتبه يا إخواننا شوف تركيا الآن كل منها تعمل عقوبات عقوبات اللي رأي تتنزل لابد أن هبطوها لابد أن يخلوا الناس معادش يعني ينتقبوا هؤلاء هذا لماذا؟ لماذا؟ انظر إلى المواقف انظر إلى المواقف فإنك ستراها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ترجمة نانسي قنقر